السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لعلانات وإلى آخره اللهم صلى على سيدنا محمد طبعا مثل ما شايفين أنتوا أنا لسه بسبتها للعبة طبعا اللعبة حجمة هي في البداية صغير بس بعدين لما بتصير بتحميلات وشي رح يصير كبير طبعا هذا هو الموقع يلي أنا بحمل منها اللعبة هلأ هون الكل بينزل المحاكي وبعد المحاكي بينزل اللعبة لأنحنا بنجي على تاني وحدة نداء الواجب مكتوب عليها نداء الواجب بنضغط عليها وبننزلها للعبة رح تنزل عندك اللعبة بدون المحاكي رح تفتح في البداية بالمحاكي وبعدين رح يختفي من عندك المحاكي وهيك رح تختصر يعني عليك أنت حجم طبعا إذا كان جهازك ضعيف مثلي أنا جهازي يعني ميت بالأخير طبعا هو ما هذا الكمبيوتر لابتوب ما للألعاب يعني بالمختصر المهم بعد تنزيل اللعبة رح تنزل عندك بهذا الشكل تضغط عليها ضغطين وتنتظر حتى تقوم بتثبيت اللعبة طبعا رح تقوم بتثبيت اللعبة عن طريق المحاكي نفسه ولكن بس نزلت اللعبة رح يختفي المحاكي وما بحر رح يطلع عندك بهذا الشكل ولكن هلا أنا مثل ما شايفين أنتو 99.0 يعني أنا اللي تقبل ما يخلص التنزيل خليني أعملكم فيديو يعني وخلي الناس اللي بتنزل المحاكي وبعدين بتنزل اللعبة وبصير عندها تقل باللعبة وتقل بالجهاز فهيك أنت رح تختصر على حالك وإن شاء الله رح تكون خفيفة عليك ولكن بده شوية تعديلات إنت من عندك بالكمبيوتر إذا طلعت إنت عندك هذه الواجهة سيبها هذه بيكون فيه أخطاء خلي يصلح الأخطاء أو يفك الضغط عن الأخطاء أوتوماتيكيا اللهم صلى على سيدنا محمد طبعا مثل ما شايفين اللعبة هذه هي اللعبة أنا بنزلها أو بسبتها فعمل لي أيقونة على سطح المكتب مباشرة طبعا مثل ما شايفين إنتوا المحاكي حجمه 9 ميجا بايت اللعبة أول ما بتنزل حجمها 2 ميجا بايت بعدين بتصير يمكن 9 ميجا بايت أو هيك شي طبعا لأن بيصير تحميل تحديثات وما بعرف شو مثل ما شايفين 4 على ميجا ألعابي محل ألعابي لسه أنا بسبت اللعبة طبعا هون الألعاب بيلك إذا بدك تنزل شي لعبة إنت قبل ما يختفي المحاكي أو قبل ما يروح من عندك يعني المحاكي ما بقى تعرف وينه أو شي اللهم صلى على سيدنا محمد طبعا هو خلص المحاكي ما رح يشتغل بس بيشتغل بس بالأول حتى تنزل اللعبة وبعدين رح يختفي المحاكي ما رح يصير فيه محاكي يعني في الموضوع طبعا مثل ما شايفين أنتو لسه أنا بسبت عندي اللعبة النت عندي أنا ضعيف شوي والكمبيوتر أنا عندي هذا في الأخص هذا اللابتوب هو ملأ الألعاب فقط للبرامج فوتوشوب أي شيء ولكن الألعاب ما بيشتغل ولكن أنا بشغله على الألعاب إن شاء الله أنت بس بدك شوي تعديل من عندك يعني حسب كمبيوترك أنت طبعا إن شاء الله في درس داني رح أحكي أنا عن تعديل عن شغلات تعديل حتى يصير عندك سريع اللعبة طبعا أنا في فيديو ناشره على هذه القناة أني بلعب باللعبة ما فيها لا تقطيع ولا ولا في أي شيء وعلى نفس اللابتوب يعني مثل ما حكينا ما بتجي على أول وحدة بتروح على تاني وحدة على تاني وحدة نداء الواجب بتضغط عليها بتحمل عندك اللعبة مباشرة وبتثبت كمان مباشرة يعني هيك رح تختصرت رح تخفف وزن عن الكمبيوتر الخاص فيك أو اللابتوب طيب خليني قبل ما أطلع خليني ناخد اللهم صلى على سيدنا محمد طبعا أنا رح أقطع لهون يعني مشان ما ياخد وقت كتير رح أقطع من الفيديو شوي بينما تحمل اللعبة وأنا مثل ما قلت أنا بدأ شوي التعديلات يعني لازم تعديل شوي على الكمبيوتر عندك حتى تشتغل اللعبة بدون تقطيع بدون شي حتى لو كان النت عندك ضعيف طبعا خليني أحفظ الرابط أنا حفظت الرابط يعني مش هنحط لكم إياه بالوصف وتحمل إياه بالتعديلات طبعا هلأ هون صار 99% هلأ هون بتنتظر شوي انت لا تضغط انستول ولا تضغط شي ما تعمل شي هي رح تفتح اللعبة عندك مباشرة تنتظر شوي رح تفتح عندك اللعبة مباشرة وبعد ما بتخرج من اللعبة مرة ثانية وتدخل عليها خلاص ما رح يكون في محاكية في الموضوع يعني هلأ ما بعرف انتو إذا بتعرفوا اني المحاكية داخل المحاكية في إعلانات ودعايات وما بعرف شو يعني رح ياخد من حجم القرص عندك ورح ياخد من حجم الانترنيت عندك فأنا لهذا السبب باختصر لك الموضوع كلا تنزل اللعبة مباشرة يعني أنا عندي النتو ضعيف بصراحة أنا عندي النتو ضعيف لسه أنا مرجع مثل ما بيقولوا الكمبيوتر جديد يعني أنا ضربت عندي نسخة الويندوز طبعا الأطفال ضربوها وأنا لسه برجع جديد يعني وبثبت الألعاب أو وبثبت البرامج الجديد وأنا مثل ما حكيت أنا ما رح نزل أي شيء شيء مكرر ما رح نزل رح نزل شغلات ممكن تكون موجودة أو ممكن تكون موجودة بس بقلة قليلة طيب مثل ما شايفين انتو فتحت اللعبة عندي طبعا أول شي بس أول شي رح تكون ممكن تكون تقيلة عندك بس أول شي يعني بس حتى يحمل يعني فيه تحميلات وفيه تحديثات وفيه ما بعرف شو إلى آخر هي طبعا مثل ما شايفين انتو المحاكي بس قصات وموجود بس بعدين بس طلعت منه وخلص ما بقى رح تفتح عندك اللعبة مباشرة بس تخلت عن لعبة وسجلت يعني ما رح عندك المحاكي يعني مثل ما شايفين بس أول شي بتكون ضعيفة أو بطيئة شوي بس بينما يحمل التحديثات أو يحمل يعني شيء لا لا للعبة أو التسجيلات إذا كنت مسجل فيها أنت يعني وإلى آخر هي طبعا أنا كان بس أول شي بطيء بس بعدين أنا بلعب فيها ما فيها ولا أي مجكلة ولكن برجع وإلك بس عدل شوية صغيرة بالبروسيسور أو بالمعالج عندك يعني عدل شوي صغيرة ما كتير وإن شاء الله أنا في حلقة ثانية رح أعلمكم كيف تسو مروح التبريد لللابتوب مروح التبريد لللابتوب مروح أحترافية من الكرتون يعني أنا سويت مروح التبريد بصراحة كان يسخن كتير فسويت أنا مروح التبريد يعني طلع الشيء خرافي العادي طبعا مثل ما شايفين اللعبة بس أول شي بتقطيش عندي لأني أنا لسه ما معدل عليه للكمبيوتر لأني أنا مثل ما تلكون ضربت عندي النسخة ورجعت بفضل نسخة احتياطية كتعامل صورة للنظام يعني هيك بس وبعدين تعرفوا كلها تكون تعرفوا تعملوا تسجيل وتدخلوا على اللابة وخلاص وإلى آخر طبعا هذا هيك كان شرحي لليوم بس حبيت تفيد الأشخاص اللي بدون يحملوا اللعبة بشي عما يحملو عن طريق محاكي يحمل اللعبة مباشرة بدون محاكي في حلقة ثانية جديدة إن شاء الله أنا رح أعلمكم كيف تسوي مروح التبريد من الكرتون يعني بس من كرتون بتسوي مروح التبريد للكمبيوتر طيب هذا كان شرحنا اليوم متل ما شفتوا اللعبة فتحيتوا ما في أي مشكلة متل ما شايفين وكله تمام التمام ولكن أنا متل ما حكيت لكم بس بدى شوي التعديل من عندي من اللعبة ومن هلكمبيوتر بس رح أرفع درجة وحدة للبروسيسور ورح يكون عندي كل شي تمام التمام وبيديون أي مشاكل وهذا كان شرحي لليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة